ما أن أعلنت منظمة الغذاء والزراع فاو عن حاجة أربع وأربعين دولة من بينها العراق إلى مساعدات خارجية لتأمين الغذاء تكشفت أوراق الجفاف وحربه على العراق بفعل النزاعات واستغلال ثروة مياه البلد ليطرح اسمه برفقة باكستان وأفغانستان واليمن وسوريا ودول أخرى التي غرقت في خطر الفقدان الغذائي صحيفة ذاناشونال قدمت معلومتها الصادمة بارتفاع درجات الحرارة المتوقع والذي سيقطع طريق الفلاحين في العراق أمام موسم أخضر تقرير الصحيفة دعا الحكومة لاستباق الأحداث التي قد تجففه مستقبل العراق القريب جدا من انتجية زراعية واكتفاع ذاتي وعلى وجه السرعة يدق ناقص الخطر بعد أن هيمنت إيران وقبلها تركيا على حصة العراق المائية ما يستدعي دعوات المستثمرين لتطوير اقتصاد أخضر يحيي أمل البلاد في أن يدعم حقوقه المائية والزراعية الأخطر من هذا كله أن الاتحاد العام لجمعية الفلاحين كشف عن تأثير القطاع الزراعي بشح المياه بمعلومة رقمية خطيرة تظهر أن 9 ملايين دونوم فقط ستحقق أنتجية في الموسم من أصل 44 مليون صالحا للزراعة في البلاد أسباب أخرى مثل عدم هطول الأمطار الذي ينتج سبب آخر يتمثل بارتفاع الأسعار والمواضلة الكبرى أيضا تلك المتعلقة بارتفاع الأملاح في البصرة التي وصلت حدود الذقار وهذه سابقة خطيرة تضرب مخزون العراق الغذائي والتي تضرب إنتاج الأسماك بسبب الشح المائي عوامل تضاف إلى تغول إيران على حصة العراق المائية الذي ذهب إلى حد التلويح بورقة التدويل ما ينبئ بضرورة الإسراء في حلول عاجلة قبيل فوات الأوان ترجمة نانسي قنقر